والآيات التي قرأتها على مسامعنا ومسامع المشاهدين مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثير ولادنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموال ما هو مضمون هذا الرجاء نعم الرجاء الحي ما أجمل للرجاء المماطل يمرد القلب لكن الرجاء الحي هو الذي يعطينا يقزى في المشاعر الإلهية في داخل الإنسان السبب أن الرب جعل الأبدية في داخل الإنسان أي في كيان الإنسان فالرجاء هو يصب نحو بعد أبدي وليس زمني لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموال لكن هنا نرى عنصر الرحمة الذي تكلم عنه الرسول بطرس حسب رحمته والكلمة رحمة بالعبرية هي حاسد التي تشمل المحبة والنعمة له كل المجد فرحمة الرب هي أفضل من الحياة ورحمة الرب معطات لكل إنسان بدليل أن يسوع قال من فمه الكريم الذي يأتي إلي لا أخرجه خارجا ويسوع قال أريد رحمة لا ذبيحة فالرحمة هي التي تقيم الإنسان من الفشل والقنوط واليأس والأحباط إلى حياة جديدة ولدنا ثانية فبدون الولادة الثانية لا يوجد رجاء وضح شوي أكتر فكرة ولدنا ثانية نعم الإنسان مرتبط بآدم القديم وآدم أبونا عندما سقط كل إنسان في البشرية بكل اختلافات الديانات أبوه آدم وأمه حواء فنحن من إنسان واحد وأم واحدة عندما سقط تسرب إلينا الطبيعة الساقطة فالإنسان من هامة الرأس إلى أخمص القدم ضربة أحباط لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت أي أن الخطية تبقى طرية في كيان الإنسان ولا يمكن أن يتغلب عليها فنحن ولدنا جسديا ويقول بهذا المدمار داود بالأثام صورت وبالخطيعة حبلت به أمي ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ويقول أشعياء أخي المشاهد أنا وأنت الجميع أخطأوا أعوزهم مجد الله ليس من يعمل صالحا ليس ولا واحد فهذا كان سببا رئيسيا في ذهنية الله وليس فكرا عرضيا أن الإنسان ينبغي أن يولد ثانية فقال المسيح لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من فوق لا يرى ملكة الله لك المشجر فجاء المسيح مولودا بالروح القدس له المجد وهذه الولادة هي باكورة الولادات الجديدة على كر التاريخ والأجيال والعصور عنيت بها أخي المشاهد الولادة الثانية من الروح القدس فعندما نقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتنا يقول أنتم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله للتو عندما نؤمن بيسوع ونقبله مخلصا شخصيا لحياتنا نختم بالروح القدس فنصبح أولادا لله أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان هاللويا آمين أن يكونوا أولاد الله أي المؤمنون باسمه اشتركوا في القناة